شاء الله وشاءت الأقدار وشاء التاريخ في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بذكرى أعلان الجمهورية شاء أن نتخذ جملة من التدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع في تونس تلاحظون دون شك أن عديد المرافق العمومية تتهاوى وهناك عمليات حرق ونهب وهناك من يستعد الآن لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي أن المسؤولية التي نتحملها وتتحملونها معي تقتضي منه عملا بأحكام الدستور اتخاذه تدابيره يقتضيها هذا الوضع لإنقاذ تونس لإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس بل بأخطر اللحظات ولا مجاله لأن نترك لأحد أن يعبث بالدولة وبمقدراتها وأن يعبث بالأرواح والأموال وأن يتصرف في الدولة التونسية كأنها ملكه الخاص بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الفصل الثمانين من الدستور مع رئيس الحكومة ومع رئيس المجلس النيابي اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا القرار الأول الذي اتخذته وكان يفترض أن اتخذه منذ أشهر ويتعلق بما يجري في المجلس النيابي القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية ستأولى من بين القرارات التي اتخذتها رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون لا أن تسقط عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم إخفاء جملة من الملفات في أظابير وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي القرار الثالث يتبثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية نحن هنا اتخذنا هذه القرارات وسط تصدر جملة من القرارات الأخرى في شكل مرسيم كما ينص على ذلك الدستور حتى تعود السلم الاجتماعية لتونس وحتى ننقذ الدولة وحتى ننقذ المجتمع هناك نص سيصدر بعد قليل ويطبق فور أعثاء رئيس الحكومة ودعوة شخص آخر ليتولها مدة هذه التدابير التي يجب اتخاذها رئيس الحكومة رئيس الحكومة يتولى إدارة الحكومة وهو مسؤول أمام رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة باقتراحا من رئيس الحكومة رئيس الحكومة يرأس مجلس الوزراء إذا دعاه رئيس الدولة إلى ذلك لأن مجلس الوزراء سيتولى رئيس الجمهورية ترأسه إذن ليس تعليقا للدستور وليس خروجا عن الشرعية الدستورية نحن نعمل في إطار القانون ولكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وإذا تحول القانون إلى أداة لتمكين النصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر إذا كانت هذه النصوص بهذا الشكل فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب بل هي أدوات للسطو على إرادة الشعب نحن هنا نتحمل مسؤوليتنا أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ وأنبه الكثيرين الذين يحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح فلن نسقط أبدا عن أي شخص يتطاول على الدولة ولا على رموزها ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص الذي لا يحده أحصاء لم نكن نريد أن نلجأ إلى هذه التدابير بالرغم من أن شروط الدستورية كانت متوفرة لم نشأ أن نلجأ إليها لأننا تعاملنا بصدق وبأمانة وبإخلاص ولكن في المقابل هناك الكثيرون للأسف شامهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب التونسي الشعب التونسي اليوم يواصل ثورتهم في ذل الشرعية وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ولا فضل لأحد على أحد لا بثروته ولا بمكانته كل الناس سوا أمام القانون وما أقوله الآن هو في نطاق القانون ولا يمكن أن أقفه صامتا ملاحظا لما يجري بل يجب أن أتحمل المسؤولية وقد تحملتها يجب أن أكون في مستوى أبال الشعب أما أنك مع الشعب وأما أنك في الصف المقابل ضده وهناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها تباعا بحسب تطور الأوضاع لا نريد عن تسيل الدماء وأنبه لمن يعدون أنفسهم هذه الليلة ويوزعون الأموال في بعض الأحياء للحرق وللنهب بأن القانون فوق الجميع وسيطبق عليهم المترجم المترجم